مساء الخير عليكم إن شاء الله تكونوا كويسين أنا حواصل لكم عن موضوع الريلاشنشب طيب موضوع الليلة بيتكلم عن أنواع الحب فيه ثلاثة أنواع النوع الأول هو حب الطفولة حب الطفولة ده بيجيني من عمر بدري وإحنا صغار مثلا من السانوي من الجامعة بيختلف من زول يزول غالبا الحب ده بينتهي من حاجة سخيفة من حاجة تافخة كذا خلاص شوي بريك أب خلاص موضوع انتها لما انتجي راجع ودعاي اللي ورا لما انت كنت في العمر ده بتقول في حياتك إنه لا ده ما كان حب لا هو كان حب بس ما الحاجة اللي انت كنت عايزه ما الحاجة اللي انت كنت خدت في بالك بيجي النوع الثاني اللي هو ده النوع التوكسيك التوكسيك اللي شوشي الحب السام ده بيكون فيه كمية بتاعت ألم خزلان بك دراما نقة في الراس مشاكل بيكون فيه شخصيات متعددة بتصهر لك في حياتك تطلع روحك أو ممكن يكون ذول واحد قادر انه يكون بدل الخمسة شخصيات ده بدل العزابك كم ذول ديل ممكن ذول واحد عكر لك دنيتك الحب ده بالرغم من الألم الفيه أكيد فيه حاجة الحلوة الحاجات الحلوة هي شو انه انت بتكون عارف روحك أو انت بتكون يعارف روحك عزو شو بتكون خدتو كريتيريا معينة انه أنا بس حك ده أنا عايز التعامل الفلاني أنا عايز الشخصيات الفلانية أنا كده أنا كده أنا كده كل الحياة الحلوة بس لما انتجي طالع منه بتكون محبط بتكون حاسة انه خلاص بس بيجي شنو بيجي النوع الثالث اللي هو ده الحب اللي بيصخر لك وانت ما عايزه الحب اللي بيدخل في حياتك بكل سلاثة الحب اللي بيغير فيك للأفضل بحاجات كتير شديد نفس البلان اللي انت خديتها لنفسك نفس استحقاقاتك نفس الحاجات اللي انت نفسك فيها بتجيك في الطرف الثالث بتلقروحك انت خلاص مهما تبني حيطة كده حيطة بينك وبين الناس او بين الزور الجايك ده انت حتلقروحك كده تلقائيا تهدمت حب ملان امان حب ملان راحة حب ملان سعادة حب ملان عفوية حب يحسسك انه ده البني ادم او ده البني ادمة اللي انا عايزة كمين مع باقي حياتي تقريبا ده الملخص بتاعات ثلاثة انواع ورونين توسح عليين وصلتي هاته نوع اشتركوا في القناة